جرت أحداث هذه القصة في بني إسرائيل ورواها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا يا يورام كيف حال عملك الآن؟ هذا ما جئتك من أجله يا سيدي فلكي أغزل العباءات الثقيلة وأبيعها أحتاج إلى الصوف هذا شيء طبيعي فماذا لو أعطيتني الصوف عندما تجز الغنم ثم تشاركني في الربح لا 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 أنا لا أضمن رواج البيع من عدمي أعطني ثمن صوف دنانير ذهبية كم تريد إذن؟ ألف دينار ولأجلك أنت تسعمائة فقط حسنا عندما يتوفر المال سآتي وأشتري منك الصوف سأنتظرك يومين فقط فإذا تأخرت سأبيع الصوف لغيرك آه أعدي لنا شيئا من الطعام يا أبرشة والله يا زوجي لم يعد في البيت شيء والعمل أليس في كوخنا شيئا نبيعه ونشتري الطعام بثمنه لقد بعت كل ما يفيد عن حاجتنا من ملابس ومتاع لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا سأوجد نفسي للعمل حطابا ولكنك أفضل من يخيط العباءات في مدينتنا وما قيمة ذلك وأنا لا أجد الصوف لأغزل به أنت تحتاج إلى ألف دينار لتبدأ تجارة رابحة هل تمزحين؟ من أين لي بهذا المبلغ؟ سمعت أن رجلا يدعى أريال يقرض الناس دون ربا وأين يقتم هذا الرجل الطيب؟ اسأل في السوق عنه وستجد بالتأكيد من يدلك عليه حسنا سأنهض على الفور لأبحث عنه معذرة أني جئتك يا سيد أريال في هذا الوقت المتأخر لا عليك فبيتي بعيد بالفعل عن سائر البيوت هل من خدمة أؤديها لك؟ اسمي يورام سمعت أنك تقرض الناس دون ربا وأنا أريد أن أبدأ تجارة ولا أجد رأس المال كم تحتاج؟ ألف دينار إذا أمكن حسنا سأحضر لك المال الآن؟ أقصد أننا وحدنا وما المشكلة في ذلك؟ يجب أن يكون هناك شهودا على القرض لننتظر إلى أن يأتي الشهود كفى بالله شهيدة إذن أحضر كفيلا يكفل لك مالك كفى بالله كفيلا لا أدري ماذا أقول لك عدني أن ترد إلي القرض بعد عام واحد دون تأخير طيب هذا أجل مسمى بيننا وسوف أجتهد لكي أرده قبل ذلك لحظة وأحضر لك الألف دينار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبَ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم آه لقد أتممت صناعة العباءات كلها الحمد لله ولكننا لم نبع واحدة منها لا أدري لماذا لا يشتري الناس تلك العباءات وأنا أبذل أقصى جهدي في غزلها لأن هذه العباءات الصوفية ثقيلة في الحر والناس لا تحتاج إليها المفروض أننا في فصل الشتاء لا أدري من أين جاء هذا الجو الحار هذا حظنا ونصيبنا والحمد لله على كل حال اسمع يا زوجي لماذا لا نسافر إلى الشمال حيث الأجواء الباردة وحاجة الناس إلى العباءات الثقيلة أكثر آه فكرة لا بأس بها تستحق المغامرة أنتما لم تدفع أجرة الركوب سندفع كم تريد؟ مئة دينار من الذهب أنت تأخذ عشرين دينارا فقط من كل راكب أنتم اثنان وهذه الصناديق الثقيلة تساوي وزن ثلاثة أشخاص هذا كثير ادفع له يا يورام وعندما نصل إلى بلاد الشمال ونبيع بضاعتنا سيتضاعف المال حسنا خذ المئة دينار هيا لتتناولوا الطعام مع الركاب ولكن لا تخشى شيئا الطعام ضمن أجرة السفر تفضلوا أعطني عباء وأنا أيضا وأنا أريد ثلاثة أنا جئت أولا أريد هذه الزرقاء أرجوكم أرجوكم لا تتشاجروا أيها الناس عندنا بضاعة تكفي الجميع السعر موحد خمسون دينارا ذهبيا للعباء أسرعي أبرشة وافتحي بقية السناديق إنني أعمل بأقصى سرعة تفضل تفضل يا سيدي تفضل أعطني النقود إذا سمحت يا له من طقص بارد الحمد لله هذا السقيع أفادنا وروج لبضاعتنا لا تنسى أنني صاحبة الفكرة أنت دائما الخير والبركة يا زوجتي أخيرا انتهى البيع هيا لنرتاح قليلا في الغرفة التي استأجرناها لا لا أظن أنني سأستطيع النوم لماذا؟ لقد حان موعد تزديد الدين ولكن لا توجد السفن في هذا الجو السيء وما ذنب السيد أريال الذي أقردني المال أنت مضطر والمضطر ليس عليه حرش الأولاد جائعون يا إريال قدمي لهم ما لديك من طعام ما لدينا يكفيهم وحدهم ولا يكفينا نحن الإثنين كلي أنت مع أولادك بالهناء والشفاء أنا لست جائعا لماذا تعذب نفسك؟ لتثبت أنك على حق ماذا تقصدين حوفيرا؟ كنت ميسور الحال فأخذت تقرد هذا وتقرد ذاك دون أن تفكر في الغد أقردت الناس طمعا في رضا الله وحده وكل ما يكتبه الله لنا نقبله ونرضى به هل تتذكر الرجل الذي أقردته ألف دينار؟ نعم اسمه يارام لقد حان موعد رد المال لك فعلا ولكنه مسافر بالبحر وتقولها هكذا ببساطة إذن هرب بمالك ولن يعيده أبدا لا تسيء الظن بالناس يا زوجة الحبيبة أنا واسقة أنه صافر ولن يعود يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ماذا أفعل الآن؟ يجب أن أرد ما علي من دين ولكن لا توجد سفينة واحدة تخاطر بالسفر ما هذا الجزع الضخم فكرة لا بأس بها آه عظيم آه هكذا آه بقي الآن أن أكتب رسالة يسلم هذا المال وهو ألف دينار من الذهب إلى سيد آريال من بني إسرائيل القاتم في الجانوب من أطراف المدينة والذي وفاء لدين قديم يرام والآن أحتاج أن أحكم إغلاق الخشبة نعم رائع آه آه اللهم أني السودعتك ديني فرده عني يا رب وألقى الخشبة في البحر وسط العاصفة عامت الخشبة في الماء وسط الأمواج العالية وبداخلها الألف دينار والرسالة التي تبين عنوان الدائن صاحب المال ماذا تقول؟ ألقيت ألف دينار في البحر؟ لم ألقها في البحر يا زوجتي بل وضعتها في داخل خشبة وأحكمت غلقها وما الفرق؟ أتظن الخشبة تصل إلى الدائن وتطرق بابه؟ لم يكن أمامي طريقة أخرى لأرد الدين في موعده وهل ضميرك مرتاح لما فعلت؟ لا أدري والله يا أبرشة هل أحسنت التوكل على الله؟ أما تصرفت بحمق وتسرع؟ هل تريد رأي؟ طبعا أنت لم ترد المال بعد وعليك أن تشتهد لتجمعه مرة أخرى وتعطي الرجل ماله في يده مثل ما فعل معك صحيح ولكني في كل الأحوال سأكون متأخرا عن موعدي ومقصرا في حق الرجل الذي أكرمني هل يسامحني الله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا له من طقس بارد إنها الرياح القادمة من الشمال لقد سلفت مالي بإرادتي لرجل أظنه صادق بالطبع ربما منعه من رد المال عارض ما أو مصيبة ربما سأذهب إلى شاطئ البحر ربما أجد سفينة قد عادت أو رسول يأتيني منه بخبر لا تمس أن تحتطب حتى نشعل النار في الليل البارد سأفعل سأفعل إن شاء الله الصوف الذي اشتريناه من هنا من نوع جديد لقد أتممت عمل اليوم بحمد الله وأنا بعت كل ما أعطيتني إياه من عباءات النساء كم جمعنا من المال؟ أكثر من خمسمائة دينار آه ما زال أمامنا عمل طويل إطمئن عشرات النساء يردن شراء المزيد من العباءات ولكن زيدها بالنقوش والألوان المهم أن نكمل الألف دينار بدلا من التي ضعت في البحر نعم ونرتاح من هم هذا الدين كيف حالك يا سيد أريال؟ بخير والحمد لله أتتصور حقا أن يرام؟ سوف يعود لك بالنقود نعم أظنه يتحلى بالشرف والأمان يا لك من مسكيد الشرف والأمان لم يعود موجودين من بعد سيدنا موسى وأخيه هارون غير صحيح الأخلاق الطيبة موجودة في كل العصور والأزمان تفاءل بالخير يا رجل هذه نصيحتي لك يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة الحمد لله جمعنا ألف دينار وأكثر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى هيا نلحق بتلك السفينة أهلا يا سيد يرام تفضل بالركوب أنت مرة ثانية يا سيد إليشع هل أنت ذاهب إلى الجنوب؟ نعم أين بضاعتكم الثقيلة؟ باتها عن آخرها ولن أعطيك إلا أجرى راكبين إثنين أعرف سبب لهفتك إلى العودة وما هو؟ أن ترد ما عليك من دين إلى صاحبه نعم كل ما أرجوه أن أجده على قيل الحياة ولم يصبه الضرر بتأخري عليه سامحني يا سيد أريال أسامحك على أي شيء والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه؟ ما لي؟ لكنك أعدته لي بالفعل كيف؟ لقد رده الله عنك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا آه لا أفهم ماذا تقول سأحكي لك كل شيء كنت ذاهبا إلى شاطئ البحر أنتظر سفينة تأتي بك أو برسول منك أما أنا فأنصحك أن لا تبقى طويلا في هذا الجو البارد حتى لا تصاب بنزلة برد يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة ولكن ما هذا؟ ما هذه الخشبة العائمة؟ آه إنها ما أحتاجه لإشعال النار لقد وفرت علي الاحتطاب خشبة رائعة سأشعل النار حتى تقطعها انتظري يا حفيرة ما هذا؟ يا الله واحد اثنان ثلاثة أربعة انتظري انتظري حتى أقرأ الرسالة التي مع الدنانير وفاء لدين قديم يا رام ها؟ ماذا في الرسالة؟ لماذا تبكي يا زوج؟ ماذا تقرأ؟ إنها دنانير الألف يعيدها إلي من اقتردها عبر البحر خذي خذي وقرأي بنفسك لقد أدى الله عنك دينك يا للعجب وصلت إليك الخشبة عبر البحر تفضل هذا المال أيضا لك لا أمسك عليك هذه الألف فهي حقك وقد وصلني مالي والحمد لله ما أكرمك يا الله لقد وثقنا بالله وأحسننا التوكل عليه فأكرمنا نحن الإثنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بدأت قصتنا بموت رجل صالح كم أعطيته؟ لا أدري لم أعد الدراهم أنت تبدد مراثنا لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال لا تنسى أننا شركاء أعطيته من مال خاص أي مال خاص؟ إنه ميراثنا المشترك اسمع يا تمليخة قد حان الوقت لنقتسم الميراث الآن؟ نعم الآن ماذا ننتظر؟ حسنا كما تحب يا أخي لقد ترك أبونا ستة آلاف درهم نقتسمها بالعدل لكل منا ثلاثة أهلا بك يا سيد قرطوش سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي هذا صحيح يا سيد عكاك لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة يا لها من أوان ذهبية رائعة إنها تساوي ثروة من المال تزيد قيمتها إذا لمستها يدك تحسن الكلام يا رجل ولكني أشعر بريبة لا تآخذني لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة حاجتي رضاك يا سيد عكاك وماذا بعد رضاي؟ أريد أن أتزوج ابنتك ولكنك متزوج كما سمع لا يوجد مانع من الزواج باثنتين إن مهر ابنتي ألف درهم أدفعها اليوم إذا قبلت أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة دفعت فيها ألف درهم كاملة أحسنت ستفيدنا كثيرا سنبيه الألبان كل يوم ونسق ابنتنا سابحة وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها وأيضا لن ننتظر إلى الغد سنسبحها كلها اليوم لماذا؟ هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتدورون جوعا؟ إذن نسبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا لقد منى الله علينا بمال وفير وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضات الله أقدر لك حبك للخير ولكن أترك لنا عشرة خراف لا تنسن لدينا ابنة بل سأترك لها شاة واحدة تكفي هيا يا روضة الجائعون لا يحتملون مبارك لك يا أخي على هذا الزواج ما هذا؟ أتسخر مني؟ لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟ كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟ هذا أفضل ما لدي هذه عباءة أبينا ألا تذكرها؟ وتأتيني راكبا حمارا أجرب؟ أليس لديك عربة تجرها الخيول؟ قرطوش ألا تعرفنا بضيفك؟ إنه صاحب قديم لماذا تشتري ملابس بألف درع من كامل؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟ إنها ليست لنا تفضلي يا خالتي كم عدد أفراد عائلتك؟ أربعة عشر خذي يا سابحة احملي هذا عن خالتك بارك الله فيك يا بني وفيك يا خالتي أمم فهمت لكم أنت طيب يا تمليخة الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة كنت أخالفك حرصا على مالك إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا هوني عليك يا علياء يا زوجتي أعرف مدى حبك لأبيك الراحل ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله تعرف أنني لا أؤمن بإلهك فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي اسمع يا قرطوش إذا أردت أن ترعى أردي وتجني خيراتها فعليك أن تؤمن بمعبودي هذا؟ أنت تسخر منه؟ لا أبدا 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 إني أراه لطيفا لا يكفي أن تراه لطيفا يجب أن تحترمه أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك وتسجد أمامه هذا شرطي الوحيد وأسجد أمامه أظن أننا قد اتفقنا تمليخة إنني لا أجد مالك أين الألف درهم الباقية من ميراس أبيك؟ لا تخشي شيئا لقد تضاعفت كيف؟ هل اتجرت بها؟ نعم اتجرت بها مع الله أعتقت عشرة من الرجال والنساء كانوا عبيدا وجواري عند الكفار نعم ولكن كيف سنعيش الآن؟ مثل ما كنا نعيش يا روضة إنني لا أفهمك يا تمليخة أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء ولكن كيف تنفق ما لك كله ولا تبدخر منه شيء؟ بل ادخرته كله عند الله وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة أفصح أيها الفلاح البائس انتظر يا رجل قليلا إنه الطريق إلى قصري ابتعد هل تريدني أن أسقط في الماء؟ من؟ تمليخة؟ كرطوش؟ أخي كيف حالك؟ كما ترى وأنت؟ ما الذي جرى لك؟ إنني بخير والحمد لله هل تسمي هذا خيرا؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟ إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام وهل من الحلال أن تكون بهذا البؤس؟ أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابسك الممزقة مر علي في قصري سأطعمك وأكسوك شكرا لك يا أخي على كل حال وتأتي بأولادك معك أيضا كم لديك من الأبناء الآن؟ ليس عندي إلا سابحة فقط؟ أنا عندي سبعة من الذكور وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي ليبارك الله لك في أولادك وأرضك الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة لا تنسى أن تزورني ولكن لا تقل للخدم إنك أخي تعرف مكانة الآنك كبير للتجار والزراع كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه أما الفقير كان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه ماذا بك يا روضة؟ لقد مرضت الشات الوحيدة ماذا نفعل الآن؟ سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنه أو نستفيد منها في شيء الأصوب أن نسارع بزبحها اتق الله كيف أذبح شاتا مريضة وأوذي الناس بلحمها؟ وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟ منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل وهو غني عن عبادتنا له كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟ لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا سيرزقنا الله فقد نشات الوحيدة يا تمليخ لله الأمر من قبل ومن بعد سأخذ تلك المسكينة وأدفنها تمليخ هذا خاتم زواجنا باعه واشتري ما يلزمنا من طعام بل احتفظي به يا روضة إنني أجتهد في البحث عن العمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره حفظك الله لنا يا زوجي الطيب سأذهب إلى أخي قرطوش إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجن وتأكل في حينها أعرف ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ زهبي وتبيعه أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي وما هي فكراتك؟ نعصر العنب ونخبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يصير نبيذاً رائعاً ولكن الفلاحين من حولنا فقراء لا يجدون سمن الطعام فمن سيشتر النبيز؟ يا لك من ساذجة سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء أثرياء ووجهاء القوم وهكذا لا نفقد ولا حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا آه الفكرة تبدو جيدة لقد درستها في كافة الوجوه صدقيني سنربح منها الكثير سيدي رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك في الخارج لقد نسيده تماماً ترى ما الذي جاء به دعيه في الحديقة وسأذهب إليه سبحان من هذا خلقه بارك الله لك يا أخي قرطوش أخي الحبيب ما الذي جاء بك؟ أوحشتني وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره دعنا نتكلم ونحن نسير يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار وإلا تكاسلنا جميعاً لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام لعله لم يكن أميناً هو ذاك هو ذاك سبحان من يدبر لنا الأرزاق لقد قبلت قبلت ماذا؟ أن أعمل في حديقتك رئيساً للعمال قل لي يا تمليخة ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟ بإمكاني أن أتعلم انتظري أيتها الفتاة الحمقاء تمليخة سنكمل حديثنا فيما بعد هيا وانضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهاراً وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفاراً ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلبا ما كل هذا الطعام؟ من أين أتيت به؟ رفق أتانا من عند الله روضة؟ أين خاتمك الذهبي؟ كل، كل بالهناء والشفاء ما هذا الحظ الطيب؟ أراك مرتين في أسبوع واحد هذا كثير، كثير للغاية أشكرك يا أخي، ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك أنت قلق علي أنا؟ لماذا؟ أخشى أن لا تكون بخير وأنت الذي ستساعدني؟ بكل تأكيد أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيداً أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً الكبرياء لله وحده ألست أغنى منك؟ نعم، ولكن لا تنظر إلي، بل ينظر إلى الجنة المترامية أمامك تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضر هل تتخيل يوماً أن تضيع هاتان الجنتان؟ كل ما يملكه الإنسان مملوك لله وهو بيد الله إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً هذا كلام مرسل لا دليل عليه تعال لي أصطحبك في رحلة إلى جنة أخرى هيا، انظر إلى أي اتجاه تحبه إلى جنة هذه أو جنة تلك أنصحك يا أخي أن لا تغطر بالنعيم الزائل زائل؟ كيف تزول الأرض؟ كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيراً يوم القيامة يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك أنه ليس هناك يوم للقيامة هذا أمر لا يصح فيه المزاح لست أمزح إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم لا تكفر يا قرطوش لو كان هناك يوم قيامة كما تعتقد فسوف أعمل فيه باحترام باحترام يليق بثرائي وسوف أجد خيراً من هاتين الجنتين في الآخرة إنني أرثي لحالك يا مسكين أنت ترثال حالي؟ لماذا؟ لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالسراء وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول ستتبخر من على وجه الأرض من يدري؟ قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خراباً عاصفة من السماء وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضاً؟ قد يجف النهر أيضاً فلا تجد رياً للزروع أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير لو كنت غنياً مثلي لم احتجت أن تلجأ إليه وأنت تكفرك الكفار يا قرطوش بل أخشى أن أقول قد صرت واحداً منهم ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد إن لي لا أبكي منه بل أبكي علي لقد أعماه حب الدنيا والاخترار بها حتى نسي فضل الله لا أدري ماذا أقول لك ليس ما تحكيه جديداً بالنسبة لي أنت مظلوم في أخيك انصرف الفقير بعد حواره حزيناً على أخي وآوى الغني إلى فراشه ونام وخيم الليل على الجنتين هدأ كل شيء وسكن كل شيء هذا السكون الذي يسبق العاصفة لماذا تبدو متوتراً يا قرتوش هل أعد لك قدحاً من الحليب الدافئ بل قدحاً من النبيذ المعتق وسأمشي قليلاً في حدائقي الآن؟ نعم أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثروتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع تدافعت في السماء سحب كثيفة راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدر الجو صار شديد البرودة من أين أتت كل هذه السحب فجأة؟ هيا أيتها الخيول الكسولة ليس بهذه السرعة توقف عن الرقد هكذا ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السنة؟ انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها وبدأت العاصفة يزداد عنفها ثم هوت العاصفة على الجنة لا أصدق أشجاري تطير كأنها أوراق يابسة أين أولادي الشباب الأقوياء؟ أين زوجتي وأسري؟ أين الخدم والحرس؟ حين أشرقت الشمس على المكان أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة اختفت الجنتان كما لو كانتا رسما محاه صانعه بعد أن رسمه آه أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض لا تجلس كالعاجز وفعل شيئا إنك أنت السبب فيما جرى لي جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنما لا يضر ولا ينفع لم يرغمك أحد على هذا لا جدوى من الحديث معك ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟ تستطيع أن تنصر نفسك يا أخي كيف؟ كيف؟ تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك الآن ألا ترى الخراب من حولك؟ أية فرصة؟ الفرصة في أنك حي ولم تمت أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة فلا قوة إلا بالله ولا نصر إلا من الله ولا أمل إلا في الله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ترجمة نانسي قنقر